لما احد الصحفيين كان طالع فوق القبر وبيصور الفنان اللحظة تدخلها القبر عشان السبق الصحفي هو من وجهة نظر حضراتك وهي دي الصحافة الموضوع مترتب له الناس دي هدفهم شبابنا الزغير الناس دي عايزة يتهجبنا في السوابت اللي عندنا وهي القرآن والسنة ده هدفهم الاول كان اول من طالب بعلمانيين في الدولة المصرية على القنوات الفضائية في عز ما يسمى بالصحوة الاسلامية معلل هنا انا كافر والف المطار جايز اتأخر شوية ما لما لاي مجموعة بيطلق على نفسهم العلمانيين ولاي واحد منهم يقول انت كبيرون الذي علمتنا السحر ويطلع بعد كده الرجل ده يجهر بالمعصية ويقول انا كافر يبقى هنا لازم اقف وحط مليون خط بكملين مع حضراتكم في تخطيط خبر وفاة الفنانة والاعلامية شرين التحق لكن النهاردة مش طالع هتكلم مع حضراتكم عن مرسم الجنازة او تفاصيل الوفاة لكن هتكلم مع حضراتكم عن سقطة مهنية واخلاقية بمعنى الكلمة حصلت امبارح اسناء مرسم الجنازة مش بس كده هتكلم مع حضراتكم هكشف لحضراتكم وبالدليل في حلقة النهاردة بعض المنابر العلمانية اللي بتحاول تسيق للدين الاسلامي ولرموز الدين الاسلامي وتحديدا في مقطع الفيديو اللي ظهرت فيه قطة على كتف الشيخ اللي عامل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة هكشف لحضراتكم مين المنصات دي ومين اللي وراء تمويلها علشان ما تقولش على حضراتكم يلا بينا نصلى على الناب عليها افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام طبعا كنا تكلمنا مع حضراتكم في حلقة امبارح عن خبر وفاة الفنانة والاعلامية شرين التحق وفي ناس كتير ما كانتش تعرف شرين وكنا تكلمنا عن كواليس حياتها وكواليس اللحظات الاخيرة قبل وفاتها لحد هنا والامور ماشي لكن اللي مش ماشي هو بقى اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوها دي طبعا كلنا امبارح تابعنا مرسم الجنازة وكانت والدتها في حالة النيار واصدقائها وكنا عرضنا لحضراتكم الكلام ده لكن فجأت امبارح اللي فيه بعض المواقع الاخبارية او المواقع الصحفية بتنشر مقاطع فيديو لبنات شرين رحمة الله عليها اثناء مرسم الجنازة الملفت للنظر هنا جماعة ان الصحف اللي كان بيصور البنات كان بيسألهم وكان بيحاورهم المفروض البنات الزغيرين دولها جماعة بيمروا بظرف قهري والمفروض اللي احنا نراعي اللحظة او الاحساس اللي هم بيمروا بيه فقدوا اعز ما يملكه امهم امهم اتظهروا السند بعد الله عز وجل تخيلوا بقى البنت مكسورة ومكهورة ومشية في الجنازة وواحد صحفي جاي يسألها هو ايه اللي حصل وتعليك ايه على خبر الوفاء وكلام من هذا القبيل يا جماعة لما بيحصل موقف زي ده الموقف زي ده بيبقى حدث جلال حدث عظيم الشخص بيبقى في التوقيت ده بيمر بازمة نفسية مش مصدق اللي حصل مش مصدق اللي همه انتقلت الى رحمة الله لما يلاقي بقى واحد صحفي يخترق خصوصيته زي مثلا لو تفتكروا حضراتكو في جنازة الفنانة دلالة عبدالعزيز لما احد الصحفيين كان طالع فوق القبر وبيصور الفنانة دلالة عبدالعزيز لحظة دخولها القبر عشان السبق الصحفي هو من وجهة نظر حضراتكو هي دي الصحافة من وجهة نظري المواقف اللي بتحصل دي عمرها ما كانت من المعنية وحتى لو احنا عايزين نعرض حاجة زي كده نحترم مشاعر الناس وخصوصياتهم بنات زغيرين لسه ما يعرفوش يميزوا وشايفين كاميرات صحفيين حواليهم وده يسألهم وده يسألهم وهم في حالة انهيار تام ومش فارق معهم كل ده الا ان امهم انتقلت الى رحمة الله بنات لسه في عمر الزهور لسه بيقبلوا الحياة امهم زبيتهم ومشيت والناس بيسألوها تعليقكم ايه وتعليقهم مش ايه في نقطة تانية برضو عايزة اتكلم فيها مع حضراتكو ان في حلقة امبارح لما عرضنا مقطع فيديو اخدينه من احد المواقع الصحفية كان فيه صوت الازان وكانوا هم حاطين ميوزك على صوت الازان طبعا عبا اعتذر لحضراتكو عن عرض المقطع الفيديو ده انا ما خدتش بالللي كان فيه صوت ازان فكان واجب الاعتذار عن حاجة زي كده نيجي بقى للنقطة التانية اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكو في حلقة النهاردة وهي عن مقطع الفيديو اللي قالب الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي القطة اللي طلعت على كتف الشيخ وتكريم الشيخ عن الواقع دي وان هو كان رحيم القلب وكلام من هذا القبيل واكيد حضراتكو عارفين ان الشيخ اللي ظهر في مقطع الفيديو ده شيخ جزائري وبنكني ليه كل احترام وتقدير لكن فجأت اللي فيه بعض المنابر الاعلامية محسوبة على الطيار العلماني طلعت هاجم الشيخ والقطة ومقطع الفيديو ده ويقولوا ان الحيوان ده لو كان كلب كنت انتم هتعملوا ايه هنا كانوا يصدوا ان الكلب فيه نجاسة وكانوا بيتكلموا عن المزاهب الاسلامية الاربعة وبيشككوا في الاسلام وفي المزاهب وكلام من هذا القبيل هنا لازم نقف مع حضراتكو ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا هو ليه اي لفتة انسانية او لفتة كويسة يوم بيها رمز اسلامي نطلع نهاجمه او نطلع نشويه ومين اللي ورا الناس دي وليه الناس اصحاب الفكر ده بيحاولوا جاهدين بايه شكل من الاشكال الهجوم على الدين الاسلامي هنا عايزين نرجع بالذاكرة كده جماعة لورا شوية لناولي السعداوي وسايد القمني الناس يا جماعة كانت فيوقت من الاوقات وعارض على حضراتكو الكلام ده كمان شوية كانوا بيقولوا اللي احنا لازم من جوانا كده بينا وبين الناس نقول اللي احنا مسلمين طب احنا نقول مسلمين ليه علشان نبدأ نصدر افكار ليهم ونقول لهم احنا مسلمين زيكم اللي احنا قلنا لهم اللي احنا كفر زي ما سايد القمني طلع وجهر بالمعصية وقال الكلام ده فما حدش هيسمع لنا لكن لما اقول له انا مسلم زيك وابدأ بس السم في العسل ممكن يسمعولي وممكن استقطب بعض الناس وده المخطط اللي هم دايما بيعملوه اعلن هنا انا كافر وانا في المطار جايز اتأخر شوية ولو اتأخرت شوية هكلمكم وهقول فيكم كلام مش حال طب احلقت الموضوع ده فيديو القطة والشيخ الجزائري اللي كل الناس تقريبا كانت متعطفة معاها ببساطة كده يا جماعة لما فيديو يعدي المليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي يبقى هنا في رمز اسلامي طالع جديد بقى مؤثر هنا بننشر رسالة ان الدين الاسلامي دين تسامح وان الشيخ كان بيعطف على القطة ففي ناس بدأت تقول لقى ده القطة عارفة وناس تانية كانت بتتكلم عن الطريقة التانية اللي هي تشويه الرمز نفسه فيما معناه اللي انت عملت كده مع القطة لكن لو كلب متقدرش تعمل معا الكلام ده وهنا هم عايزين يبسوا السم في العسل وهرجع واتكلم في نقطة اهم من كل ده هو مين اللي ورا المنابر الاعلامية دي مين اللي بيديوهم تمويل ببساطة كده يا جماعة كنا اتكلمنا مع حضراتكو ان ابراهيم عيسى رمز من الرمز دي الراجل طلع على الهوى قبل كده وشكك في الاسراء والمعراج وفي الصحابة مش ده كان على قناة الحرة الامريكية طب هنتكلم بنقطة تانية في قناة على مواقع التواصل الاجتماعي بتنتمي لفكر الالحاد والملحدين تقريبا القناة ده جماعة ما ورهاش حاجة اللي هي تهاجم الاسلام والمسلمين اي حاجة ممكن تشكك في القرآن والسنة والعقيدة ممكن الناس دي تدخلك منها بمعنى اصحة اجيب لكم مسال بسيط كده قضية محمد الهادي وتغريد والنسب والقاعدة الفقهية الطفل للفراش والعهر الحجر نفس القناة بدأت تطلع تشكك وده اللي خلت دكتور عبدالله رشدي يطلع يرد في نفس القضية ويوضح الفتوى الشرعية بتاعة الموضوع ده فهنا اللي انا عايز اوصله لحضراتكو ان الموضوع مش معد صدفة الموضوع مترتب له الناس دي هدفهم شبابنا الصغير الناس دي عايز اتهاجمنا في السوابت اللي عندنا وهي القرآن والسنة ده هدفهم الاول لما يظهر رمز اسلامي او حاجة مشرفة زي الشيخ الجزائري هيطلعوا يهجموه يشويهوه لما يظهر شاب مسلم غيور على دينه وبلده هيطلعوا يحاولوا جاهدين اللي هم يبعدوه عن طريق السواب ويحاولوا يشككوه في السوابت اللي عنده وهو ده اللي هم قالوه لما لاي مجموعة بيطلقوا على نفسهم العلمانيين ولاي واحد منهم يقول انت كبيرنا الذي علمتنا السحر ويطلع بعد كده الرجل ده يجهر بالمعصية ويقول انا كافر يبقى هنا لازم اقف وحط مليون خط اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطلة باطلا وارزقني اشتلابه وده كان اخر خبر معنا في حلقة النهار ده وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الديئة دي وبطلب من حضراتكو تشاركوني برأيكم في الكومنتات تعالي حضراتكو ايه على هجوم بعض المنابر الاعلامية على مقطع الشيخ الجزائري ويه رأي حضراتكو في التغطية الاعلامية للجنازات لبعض رموز الفن وعلى رأسهم الاعلامية والفنانة شيرين الطحال ياريت حضراتكو تشاركوني برأيكم في الكومنتات وهقرأ كل الكومنتات وارد على حضراتكو ولحد ده انا خلصت حلقتنا ياريت لو محتوى بتاعنا عجبكو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة واتفعلو زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند يلا سلام والسلام مش ختام